ورجعنا لكم وبداية حلقتنا حابب كده في بداية الحلقة ناخد دقيقتين فيهم نسالة لأحدهم وأكتفي بوصفه بأحدهم الكذب تجارة البعض بيجدها خصوصا لو مريدي عندهم الميل النفسي والاستعداد لتصديق الأكاذيب كنوع من الهروب من الواقع خصوصا لو الواقع ده فيه منافس زي النادي الأهلي كل حظوظك تتلقص في محاولة اللحاق بمجده فتبدأ تختلق الأكاذيب عشان تلاقي نفسك مرتاح نفسيا وقادر تتجاوز الواقع بتاعك ده زي أنك تسمي نفسك مدرست الفن والهندسة وتشوف أن الأداء والكورة الجميلة بيعوضك عن البطولات بتعمل كده ليه؟ عشان تلاقي مبرر نفسي ترضي بيه نفسك مع كل بطولة بتخسارها ولكن مع أول بطولة بتفوز بيها مع أداء سيء بتشوف أن الغاية تبرر الوسيلة وأن القصة عمرها ما كانت في الأداء زي برضو أن أنت تشوف أنك عمرك ما كنت النادي صاحب النفوذ مع أنك أنت النادي اللي تشرفت بفكرة أن اسمك يكون على اسم الملك واللي سعى في ده كان رئيس اتحاد الكورة مع رئيس ناديك برضو أن الأكاذيب اللي بتحب تصدقها زي فكرة أنك أنت النادي اللي طول الوقت مضطهد من اتحادات الكورة المختلفة مع أنك أنت النادي اللي انسحب من مباراة على خلفية قرار تحكيمي بالمناسبة كان صحيح وكانت اللايحة بتقول أنه هو في مباراة القمة بعد انسحابه يعبط للدرجة الأدنى طلع وقتها وفيه تصريح شهير سمعناه على لسان وزير الشباب والرياضة في الوقت ده قال أنه كان عندنا حلين يا النادي ده تتطبق عليه اللايحة ويغبط للدرجة الأدنى يا إما نحل اتحاد الكورة فنحل المشكلة فتحلت المشكلة بحل اتحاد الكورة برضو من الأكاذيب زي أنك تشوف نفسك طول الوقت أن أنت النادي المضطهد تحكيميا واللي أنت وقع عليك تاريخيا ظلم تحكيمي وما تشوفش ده استثناء مع أن أنت النادي اللي طلع مسؤول بارس في التحكيم وقال أن الحكم ده جال النادي ده عشان رئيس النادي ده بيحبه زي برضو فكرة أن أنت تبقى شايف أن بيتم إعاقتك عن تحقيق البطولات بوضع عراقيل في طريقة مع أن أنت النادي اللي مدير تنفيذي سابق للاتحاد قال المستشار عايز بطولة وقد كان